مساء الخير لكل المتابعينا عبر كل صفحاتنا على سوشال ميديا على الراديو الرابعة اليوم كنا بحدث مختلف أمسي شعرية ولطالما انتظرنا أمسيات شعرية لشعراء أقل ما يقال فيهم لا يشق لهم غبار في هذا الزمن الذي عزت فيه الكلمة وقل فيه من يطقن صف الكلام ولكن بكل معاني الكلام بالبداية قبل ما انتقل لشعر محبوب بدي أشكر من قلبي مومنتس إيفنس على تنظيم هذا الحدث مومنتس إيفنس اللي عم تقدم لنا ليس فقط أحداث فنية ولكن اليوم نحن بحضرة حدث ثقافي شعري فشكرا جزيلا لكل من سعى لإقامة هذه الأمسي الشعرية اللي استمتعنا فيها ومشبعنا منها يمكن قطلت ولكن بالبداية بدنا نرحب بشاعر من الدرجة الأولى الشاعر الكويتي حامد زيد الغاني عن التعريف انت شرفتنا اليوم بدبي أهلا وسهلا فيك الله يشرف مقدارك ويطول عمرك ومشكور على الديباجة الجميلة اللي وصفتني فيها وهي أكبر من حجمي تسلم يعني أنا بحضرة شاعر فهذه يعني كلمات وسام على الصدري ما شاء الله كلامك كلام شاعر الله يسلمك يا رب أستاذ حامد يعني اليوم نورتنا بدبي الجمهور كان متعطش الله يسلمك أتحفتنا ببعض القصائد يعني وسمعنا بعض الجديد ولكن مثل ما قلتلك ما شبعنا منك ولكن أنا اليوم بدأي اختنم هالفرصة لأسألك الشعر النبطي يعني وتأثيره بالمجتمع الخليجي انتوا اليوم استطعتوا أن تؤثروا بجيل كامل من سن عشر سنوات اللي طلب منك قصيدة بعيد ميلاده إلى يمكن تسعين سنة فإلى أي مدى اليوم أنتوا بتتحملوا مسؤولية استمرار هذا التراث الثقافي هي المسؤولية أستاذ عمر فعلا كبيرة جدا وانت لما يعني تنظر لها من زوايا معينة خصوصا زاوية المسؤولية الأخلاقية راح يعني تحس أن الحمل اللي على كتفك مثل الجبل لأننا نحن في مجتمع جدا محافظ أي كلمة ممكن تفهم خطأ راح تأخذ عليك ما أخذ هذه من جهة وراح يقلدونك عليها جيل كامل قاعد يتابعك من جهة ثانية فلازم دائما تكون قدوة وتظهر هذه الثقافة بشكلها اللي يستحق أن يكون الشعر النبطي في الجزيرة العربية الحين هو أكثر حتى تأثيرا من الشعر الفصيح لأنها هي اللهجة الدارجة بين الناس فبمع أنها هي المحبوبة هي صراحة أداة جميلة للشاعر أنه إذا وظفها في خدمة هذه اللغة أو في خدمة المجتمع تقدر أن تتناقش فيها من خلالها قضايا يعني قضايا اجتماعية قضايا ما إحنا قايلين سياسية لكن قضايا توجيهة جيل كامل من خلال الناس اللي يحبونك ويتابعونك بخلال صياقتك القصيدة بشكل حلو يجذب هذول الناس أما إذا وقفت قدامهم تعطيهم إياها كمحاضرة عادية يمكن ما رح يستمعون لك أي ما رح يأثر مثل تأثير الشعر في الشعر هو لسان العرب فهذه مثل ما قلتلك تعتبر مسؤولية كبيرة والله يقدرنا إن شاء الله على شيء يعني اليوم لقاء بعد صداقة 27 سنة مع أبو فهد يعني كان لقاء جميل جدا هذه المبارات يمكن أنا شخصيا أعدتني إلى مكان يحصل يمكن بسوق وقاض يعني أعطيني وإلي لا رد عليك هذا لقاء يعني اليوم أنتوا شاعرين بتحملوا عليك هلكون الكثير من المسؤولية مثل ما تفضلت وقلت ودايما ليس كل شخص قادر على التعبير وكم من شاعر عبر عن مشاعر ألاف مؤلفة من الناس وكأنه بيحكي عنهم اليوم أنت وقت اللي بتلقي قصيدة غزل أو تلقي قصيدة فيها توجيه أو حتى يعني ما هو تراث بشعرنا العربي المدح والذم وتناول الكثير من القضايا قديش اليوم بعد في مجال أن يكون الشعر جسر لإيصال أفكار تسكن في وجدين مجتمع بأكمله؟ هو فعلا يعني الشعر هو جسر لإيصال مثل هذه الأفكار لكن بشرط أن يكون الشاعر غير متطرف ما يدعو إلى نوع من إلا بالحب نعم بالحب فقط أما تحريض مثلا على عدوان تحريض على ثورات فيه ناس يستخدمون فعلا الشعر يوظفونه مثل هذا التوظيف وهذا طبعا شيء سيء شيء سيء جدا مع أنه فيه شعراء عندهم الملكة وعندهم القدرة أنهم يعني طريقة خطابتهم على المنبر وقصيدة محبوكة صح ممكن يشيش ناس يعني في شسمة يعني بالتاريخ ذكرت كثيرا يعني لكن مثل ما قلت لقبل شوي إذا ما كان الشاعر قدوة حسنة يتكلم عن المجتمع يعني زي ما يقولون عندنا نحن الشاعر لسان الشارع لسان الشارع فأنت قاعد تتعبر عن عاد على حسب القضية طبعا اللي قاعد تناقشها لكن عادة انتقائك للقضايا اللي فيها إصلاح أفضل بكثير في الغزل ما في الغزل حاول لنا في خطوط حمرة مثلا في الواصمات تتخطاها يعني في في مدح الرموز في الدول اللي لما تروح أيضا يعني تعطي هذه الشعوب حقها وتعطيك هذا ما تكون إنسان زي ما يقولون عندنا بالشعر الشعبي تدفن تدفن يعني أنت تقول بيت لكن هو مبطن بمعنى ثاني هذه كلها الأمور هذه مفهومة عرفت فدائما خلك قدوة واضح وجميل ونظيف إلى أي مدى إلى أي مدى اليوم قد تساهم الأغنية بانتشار قصائد معينة هي تساهم بشكل كبير جدا الأغنية لكن أنا شخصيا ما دخلت في هذا المجال يعني ليكتر من سبب وأحب أهم سبب فيه أهم سبب فيه ونحب نجاح القصيدة توصل بصوتي لأنه لما توصل بصوت فنان وتنشهر الكعكة راح يأكلها الفنان هذه يقول لك مثلا مثلا زي ما قال محمد عبد ومحمد عبد وما قال محمد عبد وما قال هو يكاتب الكلمات هو يكاتب الكلمات فعادة يعني مثل ما يقولون يأكل الكعكة الفنان أنا القصيدة اللي ما توصل للجمهور وشوفهم حافظينها من صوتي أنا ما ارتاح يعني حتى لو نجحت لأي مدى بساعدك يعني على الشهر أن يكون يمتلك ملكة الإلقاء حتى التعبير بالكلام يعني تعبير وجهك تعبير إيديك اليوم شوفناهم على المسرح إلى أي مدى تسهم في طبع صورة مؤثرة للشاعر عند المستمع هي الإلقاء نصف جمال القصيدة الإلقاء نصف جمال القصيدة لي قصائد كثيرة أول ما نشرتها نشرتها مكتوبة في مجلات على اليوم من المجلات ما شفت لها ردة فعل لما قلتها في أمسية بعدين شفت عليها ضجة كبيرة كأنهم أول مرة يشوفونها فدائما الشعر ناس تحب سماعة ف بالسماع في شاعرين في شاعر يوصلها لك صح وفي شاعر يقتلها صحيح؟ يشوها؟ نعم يشوها ممكن أعطيك قصيدة تنجح معي يلقيها شاعر ثاني يموتها والعكس صحيح ممكن تنجح مع أي شخص قصيدة أنا ما ألقيها بالشكل المناسب لها أنا أحب ألقي قصايدة لأني أنا أعيشها أنا أعيش لحظاتها يعني فقصيدتي لما ألقيها ممكن تلقاني وأنا بنص القصيدة غمضتك أنا داش مع جو القصيدة ما هو تمثيل لكن يعني نفس ما تقول قاعدة أعايش الأحداث يعني بالذاكرة وقاعدة ألقيها فزي ما تلقيها زي ما تطلع معاك تطلع ما هو تمثيل معين هني رح أرفعيدي هني رح نزل يدي لا تلقيها بوجدانك تلقائيا يعني اليوم بوفهد طلب منك سميها أسطورة الغزل تبيني بدنا معطا منها لو سمحت لكل يمتبعونا على صفتنا على السوشيال ميديا فأن ألفيتني شهما شجاعا فليس البر أن تستضعفيني فأني ضقت بالآلام ذرعا وما في الغدر رمح يتقيني يكف الدمع حزنا بعد حزنا وعشت القمع حينا بعد حيني لعمري كم حويت الناس قلبا وما في الناس قلب يحتويني أنا الحزن الذي لا حزن بعدي ولا يغني حنين عن حنيني فلا من كان قبلي كان قبلي ولا من قد يليني قد يليني أنا المختال ومن فخري بفقري وتبت كل عينا تزدريني أنا المملوء حزنا وانكسارا وما فرطت في عرضي وديني أنا من ذاق ملأ الأرض هونا وما أخضعت للدنيا جبين الله صح السنة كالشاعر انت شرفتنا يا أستاذ حامد الله يسلمك بدنا منك تحية لكل مستمعين على رادو الرابع تحية أولا لك والأستاذ اللي معنا ولكل متابعينكم أنا فعلا تشرفت في هذه المقابلة وسعيد جدا أصلا يعني أنكم خصيتونا في مقابلة خاصة مع هذه الإذاعة الجميلة جدا ويتعتبر من الإذاعة رقم صفو الأوائل يعني في دولة الإمارات ونشكركم حتى على حضوركم للأمسية يعني شرفتونا أستاذ عمر أي والله تشرفنا وإذا كنا مقصريين أو شيء فأستروا ما وجهتم وبشروا إن شاء الله بالعوض أشياء أفضل بإذن الله إن شاء الله بإذن الله